من جديد البداية بأبرز العنوين الجملة الانتخابية تتواصل ليومها 12 والمترشحون يصعدون من لهجة خطاباتهم مصالح العرصاد الجوية تتوقع استمرار الانترابات على مناطق الشمالية خلال اليومين المقبلين تتواصل الحملة الانتخابية في يومها العشر حيث يعمل المترشحون الست على استمالة الناخبين والتأثير فيهم من أجل التصويت يوم السابع عشر أفريل ولهذا الغرض اختارت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبدالعزيز بوتفليقة أن تكون ولاية الجلفة محطة يلتقي فيها سلال بالقاعدة الانتخابية لبوتفليقة أما الوزا حنون فاخترت ولايتي زيوزو وسيدي بالعباس لتنشيط تجمعات شعبية في حين اختار أصغر المرشحين عبدالعزيز بالعيد ولاية تلمسان للتعريف ببرنامجه علي بن فليس اختار في اليوم الثاني عشر من الحملة أن تكون كل من ولايتي البيض وسعيد محطات يلتقي فيها محبيه وأنصره ليعرض عليهم برنامجه الانتخابية أما المترشح موسى تواتيفة سينزل ضيفا على ولاية عين تيموشنت في حين سينظم المترشح فوز ربعين من العيون ولاية تلمسان أو من العيون ولاية سمسيلة تجمعا شعبيا من المفترض أن يكون يوم السبع عشر أفريل القادم عرسا جزائريا يتم فيه الإدلاء بواجب الانتخاب واختيار رئيس جمهورية جديدة لكن نجد في المقابل المواطنين لا يبالون إطلاقا بهذا التاريخ حيث تعددت الإجابات بين النوم وتنزه بدل الانتخاب المزيد في هذا التقرير لليليا داود السابع عشر أفريل هو تاريخ الاقتراع لرئاسية والمعروف للعام والخاص أنها يوم عطلة مدفوعة الأجر يتمكن المواطن من أداء واجبه الانتخابي ولكن هناك من يؤكد أنه مجرد يوم عطلة يقضيه إما نائما أو في التنزه نحن نعرض في أحبابي والجمعات ونقعد هذا مكام لا نحن فيه في 10 أفريل لا لا أخطي 10 أفريل، الوقينز أفريل ندركنا نحن نشربي بيه باش نروح باش مقاتش لماذا نديرهنا في 10 أفريل؟ واشكاين؟ واشكاين في 10 أفريل؟ نريم تلك والو يوم 10 أفريل؟ والو نرمال انحن فيه يجب 10 أفريل إن شاء الله يحيانا عربي إن شاء الله يا عربي مدبييه لأستاذ نصهر بيه لكن هذا لا يعني أن مكاتب الاقتراع ستكون خاوية حيث لن يتوانى آخرون في أداء واجبهم الانتخابي كل يوم نوضبكري نكمل نوضبكري لـ 10 أفغيل نروح ندير لعشين ونفطي ونمد صوتين اللي نشوفي هنا يستحق كل واحد حر في الصوت نتاعه بسيق كم تول موند نوصباح نروح ندير الواجب تاعي ونفطي على الشخص اللي يستاهل أنه يدير يخدم البلاد يوم 17 أفريل إن شاء الله بربي نصبح في الانتخاب إن شاء الله نتمنى جزائريين يروحوا ينتخبوا وينتخبوا على الرئيس اللي يحبوهما 17 أفريل هو اليوم الذي سيتوجه فيه الجزائريون بطريقة حضارية وسلمية لإدلاء بأصواتهم وبخصوص المعادل الانتخابي دائما أكد رئيس السابق لحركة المجتمع السلمة أبو جرى السلطاني بأنه على الرغم من الأهمية التي تكتسيها رئاسية 17 أفريل القادم غير أن يوم الاقتراع سيكون بداية مصر جديد لم يتم الاتفاق حتى الآن على نهايته لأنه لم يحصل عليه توافق حول مسمى العهدة الانتقالية مؤكدا بأن الرئيس المقبل سيجد نفسه قبل آداء اليمين دستورية مجبرا على إحداث مصالحة بينية قبل أن يستلم رسميا خريطة شبهها أبو جرى السلطاني بحق للألغامة وقال سلطاني في بيان له بعد 17 أفريل ومهما كانت نتائج الاقتراع فإن الأولوية الأولى لنا جميعا ولرئيس القادم تعزيز الجبهة الداخلية وبذل أقصى الجهود للتخلص من هواجس المأساة الوطنية وذلك بالذهاب بشجاعة إلى تفكيك الألغام التي زرعتها ثقافة حالة الطوارئ على طريق الحريات والديمقراطية أكد مجلس أساتذة التعليم العلي والبحث العلمي كناص أن الشروع أو الشروع مختلف جامعة الوطن في تنفيذ إجراءات توزيع السكنات الجاهزة حيث سيستفيد من هذا القرار 6500 أستاذ في الأيام القليلة المقبلة تنفيذا لتعليمات الوزارة التي أوصت مؤخرا بتسليم هذه القرارات للمشاريع التي تصل نسبة أشغالها إلى 40% وستحدد اللجانة التي تم تنصيبها لترتيب الطلبات حسب الأولوية قائمة المستفيدين لتطمين الأساتذة على مصير سكنات الموعودين بها مع متابعة العملية بشكل مستمر من خلال توزيع قرارات الاستفادة مطلع كل أربعة أشهر تسايرا مع وطيرة الإنجاز في الميدان شرعت وزارة التربية الوطنية في صب الإعانات المالية الخاصة ببناء أو شراء مساكن وهذا تنفيذا لقرارات الوزارة الأولى التي رسلت وزير القطاع عبداللطيف باب أحمد من أجل إيجاد السياغ التي يتم على أساسها تخصيص سلفة لعمال القطاع لشراء مساكن أو أراضي حيث أفرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن الحصص المالية الخاصة بالولايات أين يستفيد عمال القطاع من سلفة تتراوح بين خمسين مليون ومئة مليون سنتيم حيث وصل عدد الملفات التي تم قبولها إلى أربعة آلاف واثنين واربعين ملف موزع عبر اثنين وعشرين ولاية تتوقع مصالح الأرصاد الجوية استمرار الاضطراب الجوي خلال اليومين المقبلين على المناطق الشمالية هذا ما أكده إلينا عبر الهاتف رئيس مركز التنبؤات بديوان الوطني للأرصاد الجوية محمد عقاجنا في نشراتنا السابقة هذا الاضطراب الجوي اللي شهدنا خلال ليلة الأمس إلى نهر اليوم هذا أكده من أوروبا وفي هذا الليل خاص كان يخص مناطق خاصة المناطق الغربية والوسطى وإن كانت بعض الأمطار التي استجناها قد وصلت إلى حوالي عشر مليمات على المناطق الغربية وكذلك ست مليمات على المناطق الوسطى وبينما كانت تعتقد الريجين إلى المناطق الشرقية في هذا النهار ثم تتحسن شوية الجو في المناطق الغربية والوسطى بعد الظاهرة بعد الظاهرة هو في هذه الليلة يعني ليلة الخميس إلى الجوعة ثم غدا ستشاهد اضطراب آخر اضطراب جوي آخر فيخص خاصة المناطق الوسطى والمناطق الشرقية يكون فيها بعض كمية الأمطار يكون محتدلة نوعا ما قد تصل إلى حوالي عشرين من خمسطة عشرين من مليمات حوالي علي قددر أو المعروف بالسنهاجي اللقب الذي أطلقه عليه أبناء حيه بمدينة الوادي والمولوع بطربية الحمام واليمام منذ سنة ثمانية وسبعين تقسم طيلة هذه المدة حياته وبيته مع الحمام وأصبحت هذه الطيور أفرادا في عائلته نتابع في تقرير سكينة بالعروسي ووردة أقشيش السنهاجي هو اللقب الذي أطلقه أهل مدينة الوادي على علي قددر المولوع بتربية الحمام وأنواع اليمام حيث قدى برفقتها أزيد من إحدى وأربعين سنة وخصص لها حيزا كبيرا من الاهتمام فأصبحت بمثابة أحد أفراد عائلته التي لا يتخلى عنها الحمام هذه ما نفرطش فيه مثل الحمامة ما نقول نهاي خير من ولدي ولا بنتي ولا كذا ولكن هذه تربيتهم لازم علي كان ربي ولا نطلق المرة الأول يعني ما ربيش هواية تربية الحمام توارثت من الأباء إلى الأبناء فولع السنهاجي بتربية الحمام جعله يتواصل مع المربيين في مختلف مناطق الوطن وخارجه على غرار تونس الحمام ليس الحيوان الوحيد الذي يمتلكه فمنزله يجمع بين فنك الصحراء وقطة سيامو هواية المفضلة هي الحمام الحمام أذوين خصصت لها خصصت لها مثلا مبالغ مالية وحاولت نشري أي نوع انت حمام حتى توصلت حتى 42 نوع انت حمام أنا أحب الحيوانات كثيرا وبذلك أنا أتابع أبي في تربية الحمام تربية الحمام موروث عائلي انتقل عبر الأجيال في عائلة قدادرة وأصبحت السمى البارزة للعائلة ختم المجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر